أعلن كذلك الجيش الأوكراني أن واحدة من قوات الدفاع الإقليمي وصلت إلى الحدود الدولية مع روسيا في مقاطعة خركيف وبينما يواصل هذا الجيش هجومه المضاد في خركيف يستعد لمواجهة تكثيف للهجمات الروسية في منطقة الدباس شرقية البلاد وبثت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لمجموعة من الجنود أمام علامة للحدود الدولية حيث توجه قاد المجموعة بكلمة للرئيس بولدمير زيلانيسكي وإلى قاد أركان الجيش يؤكد فيه وصول مجموعته إلى حدود مقاطعة خركيف مع روسيا وأكد عمدت هذه المقاطعة أولي سينجوبوف أن قوات بلاده التي تدافع عن خركيف تمكن بالفعل من الوصول إلى الحدود الروسية مضيفا أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على عدد من المناطق في المقاطعة بعد انسحاب القوات الروسية لخلف الحدود الدولية بين الدولتين في بلدات شمالي وشمالي شرقي المدينة كما قالت قيادة قوات العمليات الخاصة بالجيش الأوكراني أن الجيش دمر طرق التواصل في المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية بين مدينتي روبينزي وسيفيردونيسك شرقية البلاد ونشرت القيادة صورا قالت أنها لتفجير جسور سكك حددية سيطرت عليها روسيا وأن هدف التفجير منع هذه القوات من مهاجمة ليسيتشانسك وسيفيردونيسك اشتركوا في القناة